اهلا بكم الى موجة الاخبار الرياضية على قناة الحذف الافريقي اسفرت قرعة وطولة امم افريقيا للعبين المحليين التي صحبت امس السبت بالجزائر عن وقوع المغرب في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات غانا والسودان ثم مضغش قر وستقام المسابقة ما بين 13 يناير ورابع فبراير القادمين من سنة 2023 علما ان المنتخب المغربي المحلي هو صاحب اخر لقبين من المنافسة سنتي 2018 بالمغرب و2020 بالكاميرون ومن المنتظر ان يشارك المغرب في هذه المسابقة بالمنتخب الوطني الولمبية بعدما اعلن رئيس الجامعة الملاكية المغربية لكرة القدم فوزي عن نهاية حقبة المنتخب المحلي قام وزير الرياضة الغينية بيديالو بأول رد فعل بعد قرار الكافة سحب تنظيم كأس امم افريقيا 2025 من غينيا مشيرا الى ان حكومة بلده ترغب في الالتزام ببعودها تجاه الشعب الغيني بتجهيز الملاعب المطارات والبنية التحتية في ظرفه ثلاث سنوات وقال الوزير الغيني في تصريح صحفي سنضع كل شيء في مكانه لتجهيز البنية التحتية وفق البرنامج الذي وضعناه لانفسنا اي الانتهاء من الاشغال في 2025 ولم نعد نريد ان تكون غينيا دولة خاسرة سنقوم بافتتاح جميع الملاعب والمستشفيات والمطارات في 2025 واضاف عندما نقرر القيام بشيء ما هنا يصبح بإمكاننا انجازه صرح وزير الرياضة الجزائري عبدالرزاق سبقاق ان الجزائرة ستقدم بلا فترة شحها لاستضافة كأس امم افريقيا 2025 بعدما سحب الكاف رسميا تنظيم البطولة من غينيا بسبب تأخورها في انجاز البنية التحتية والمنشآت الرياضية وقال الوزير في تصريح تلفزيوني بعد الاعلان عن سحب التنظيم من غينيا من طرف الكاف سنشارك كسائر الدول بملف ترشح والدفاع من خلالها عن الجزائر وليس هناك اي فرق بين الشان والكان نحن مقبلون على استضافة الشان اذا استطعنا تنظيم هذا الاخير فيمكننا ايضا تنظيم الكان لان التنظيم يكون بنفس المواصفات وشروط وحتى دفتر التحملات ارتقى اولمبيك اسفي لصدارة البطولة الاحترافية انويه القسم الاول بتغلبه على اتحاد طنجة بهدف النظيف في المباراة التي احتضنها ملعب المسيرة الخضراء باسفي لحساب الجولة الرابعة من المسابقة ووصل القرش المسفيوي السير على درب الانتصارات بتحقيقه الفوز الثالثة والياً عقب تغلبه على كل من المغرب الفاسية نهضة بركانة اتحاد طنجة فضلاً عن تعادله امام الرجاء الرياضية في الجولة الافتتاحية وزحم اولمبيك اسفي بهذه النتيجة الجيش الملكي في صدارة بعشر نقاط مع تفوق في الاهداف لهذا الاخير في حين وصل اتحاد طنجة بدايته الكارثية بفشله في تحقيقه اية نقطة لحبود اللحظة انتهى المجاز الرياضي شكراً على المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة